سرقة حقوق الملكية الفكرية الموضوع ده موجود من زمان في كل مجالات الحياة لكن فجأة بقى بشكل كبير جدا موجود دلوقتي في مجال التدريس والمهنة بتاعتنا بالخصوص والفترة اللي جاية انا هتكلم بشكل اكتر من اي فترة فاتت عن الموضوع ده لاني بشكل شخصي بقيت باعتبرها قضيطي لاني انا باعتبر نفسي اكتر مدرس بيتعرض الموضوع ده بشكل في انتهاك لحقوقي اكتر من اي حد تاني ولو في حد زي وبيتعرض لنفس المشكلة دي ولكن ساكت يمكن يكون اللي انا هتكلم فيه واللي انا هقوله سبب ان انا خليه يتحرك ونبقى كلنا بندفع عن حقنا حتى لو ما قدراش ان احنا نغير الكون لكن على اقل يبقى صوتنا طالع ونخلي الحرامية يستخبه واحد يقولي طب ليه دلوقتي اقولك في النظام القديم والنظام الجديد ده يعتبر خط فاصل في النظام القديم كلنا وبدون استثناء وبشكل ادق في المواد الادبية بننقل من كتاب الوزارة كان كل الحاجة اللي بتميزنا كمدرسين بمنطقة البساطة تنسيق شكله احسن الوان شكلها افضل ترتيب للكلام بشكل ممكن يكون جذب اكتر للطلاب ولكن المحتوى واحد والطلاب لازم تحفظه زي ما هو بالزبط بالنسبة للاسئلة الاسئلة نمطية وتعتقد تكون بتتكرر في كل كتب الخارجية حتى الامتحانات بتيجي بالنص فما كانش وقتها ممكن اي حد يقول ان ده بيسرق مني لاننا كلنا ناقلين من كتاب الوزارة لكن الاختلاف دلوقتي بقى جوهاري لاننا دخلنا نظام جديد اما دلوقتي في النظام الجديد فالموضوع اختلف تماما ممكن كتاب الوزارة يكتب عشرين مرة وكل مدرس يكتبه من وجهة نظره بالرؤية بتاعته بالترتيب اللي هو شايفه ويربط الاحداث اللي جواه من خلال رؤيته هو وطريقة شرحه هو وده ممكن يختلف من مدرس لمدرس فلو في حد نقل من حد يبقى حرفيا هو كده بيسرق منه شغله لان الموضوع بقى فيه اراء كتير ده لو على مستوى شرح صياق الكتاب لكن لو هنتكلم بقى على مستوى صياغة الاسئلة فهنا فيه مدرستين المدرسة الاولانية ان انا مدرس ما عنديش وقت قوي فلو ما عنديش وقت قوي فهبدأ ان انا اعتمد على كتب خارجية واجيب مصادر اسئلتي من كتب خارجية كل الكتب الخارجية ولازم اقول كده في الكتاب بتاعي لكن لو فيه مدرس تاني قرر انه هو بعد ما يصنع الشرح بتاعه يصنع هو الاسئلة ويبقى له بصمته فده بيبزل مجهود كبير جدا عشان يحط سؤال مطابق للمعايير ومطابق للمواصفات وممكن تكون افكار السؤال بامثلة هو وقف قدام الخريطة ساعات عشان يكرية السؤال ده او يصيغه بشكل مطابق للامتحان ويفيد طلابه النوع التاني بقى من المدرسين اللي قرر انه هو يصيغ اسئلته بنفسه ده بيخليه يبزل مجهود كبير جدا فلما يلاقيها بمنتهى البساطة موجودة عند المدرس تاني بيستخدمها وبمنتهى الوضوح كوبي بيست من غير ما يبزل اي مجهود بيكون دي سرقة بشكل واضح وصريح خدوا بالكم الموضوع صعب جدا وبياخد ساعات كتير بل ايام واسابيع في الاعداد عشان تحضر اسئلة محاضرة واحدة عشان تعمل امتحان واحد للطلاب في النظام الجديد فييجي واحد على الجاهز ياخده وينسبه لنفسه الموضوع مستفز جدا ولكن حتى لو عمل كده آلاف الاشخاص وهم مستخبيين هنعتبر ان ده في حد ذاته ماشي مش مشكلة اده احنا مشوفناش لكن ان هو يطلع قدامك على الملأ بشغلك وبحاجتك ويتبجح ويقوم يقول اهو وشوفه وانا عملت ايه وتعبت فيه قد ايه وبزلت فيه مجهود قد ايه وفي الاخر كلان انا عارف ان ده شغلي وانا بتفرج على ده لواحد تاني بينسبه لنفسه وبيسرق تعبي وشغلي عيني عينك اتعامل معه ازاي او اسكت عنده ازاي ارجو ان الجزء اللي جاي اللي انا هتكلم فيه تسمعه بتركيز جدا وتفكره فيه كويس جدا الحقيقة ان اي مدرس دلوقتي صعب جدا انه يصنع لنفسه محتوى الشرح ومحتوى الاسئلة لانه ببساطة ممكن ما يبقاش عنده وقت لده ومن هنا كان فيه تساؤل خطير انا طرحته على نفسي انا احمد غنيم طرحته على احمد غنيم واحنا شغالين بندرس جغرافيا في النظام الجديد وست عشرات بالمئات من المدرسين ايه الحاجة اللي ممكن تميزك انت كحمد غنيم اكتشفت بمنطقة البساطة ان الحاجة اللي ممكن تميزني وتبقى ميزة تنافسية ليا وسط السوق ووسط مجال العمل بتاعي ان انا اكون بصنع اسئلتي بنفسي بنسبة تتخطى 80-90% بالاضافة ان انا طبعا اللي بصنع محتوى الشرح وبناء عليه قررت ان انا ضحي بحاجات كتير جدا على رأسها كل اللي يعرفني عن قرب انا بشتغل خمس تيام في الاسبوع مش سبعة انا بشتغل في اليوم الواحد محاضرتين اتنين او تلاتة بالكتير عشان افضي وقت ان انا ابزل فيه جهد كبير جدا جدا ان انا اصيغ الشغل ده والاسئلة دي وبناء عليه اطلح حاجة مختلفة وتبقى هي دي اللي بيسموها في علم التصويق او الماركتنج اليونيك سيلنج بوينت الحاجة اللي بتميزك ان طلابك اللي بياخده معاك يشوفه مستوى من الشرح انت بس اللي عامله لان انت اللي عامل الصياغة دي ومستوى من الاسئلة مش هيجدوها في اي مصدر تعليمي تاني لانها ببساطة مش منقولة من كتب خارجية وتبقى دي الحاجة اللي بتميزني وسط زملائي ووسط العمل بتاعي ومن هنا لما اكتشف بعد المجهود ده والتضحية دي في الوقت والجهد ومواعيد العمل اللي كانت ممكن تسبب لي اكثر من الربح ان انا اجت شخص بيسرقني فهو الموضوع بقى بالنسبة لي اكبر من كونه مجرد واحد بيسرق شوية ملازم ولا بيسرق حتى طريقة شرح لا ابدا ده واحد بينحتك نحت بيعمل منك تمثال باسمه وبيتعامل بيه مع الناس ولما بشوفه ناجح ومحقق نجاح كبير الموضوع بيبقى بالنسبة لي يصعب علي في نفسي لانه عامل مني كوبي وقدر يحقق نجاح مع الناس بالكوبي اللي هو عمله ده وبيشتغل عدد ساعات وعدد محاضرات كل يوم اضعف مضعفة وده بمنطقة البساطة لانه لا يعد اي شيء والموضوع بقى اكبر من كده ان الصياغة اللي انا بحطها في الملازم بتاعتي مفيش اي حد يعرف يشرحها غير لما يكون هو اللي مقلفها فانا اكتشف ان بعض الاشخاص بيشتروا الشروحات وبيتفرجوا عليها ويتم استنساخ المحاضرة جوه المحاضرة في مكان تاني بس مجرد انه هو شخص مختلف واسم مختلف ويحقق النجاح طب انا اتعامل مع كل ده ان انا برضو اسكت مستحيل يا جماعة الموضوع بقضيتي لما بسير الموضوع على صفحات السوشيال ميديا بتاعتي وبعض الناس بتعلق بشيء من الدفاع حتى وان كان دفاع مهزب عن هؤلاء الاشخاص اللي انا مبسمهمش الا حرامية والساني مش قادر ينطع عليهم كلمة انهما مدرسين فانا هنا بوجه كلامي وهرد على كل الكلام اللي تقال كردود ليا اللي هو بلاش يا مستر احمد ان انت تعمل الموضوع دوت وان انت تعلق عليه اول حاجة واشهر حاجة ما كل المدرسين بينقلوا من بعض هو انت انقبر الموضوع ليه ما كلها يعام جغرافيا وهنا هرد عليك بمنطه البساطة واقولك انا قبلك ادركت ان كل المدرسين بينقلوا من بعض وان كلها جغرافيا فقررت ان انا اصنع لنفسي حاجة مميزة تخليني مش زي كلنا ومش زي كله ومش كلها جغرافيا حاجة بتاعتي انا بس حاجة فيها وجهة نظر انا وداي من باب ادعى اني لما اعملها واتعف فيها ولقي حد بيسرقها ان انا لازم اطلع دافع لكن انا لو باخد زي زي كل الناس من كل المصادر كان المفروض اختشي على دمي واسكت مانا زي زي الناس نروح للرد التاني العظيم اللي انا بقراه كتير جدا يا سيدي ما هي ملزمة يعني هي هتفرق وبعد ما هو كل مدرس له شرحه هنا ارد عليك اولا انا اول واحد في الكون المقولة بتاعت ان المدرس هو اللي بيعمل الملزمة وعمر ما الملزمة عملت مدرس ولكن دلوقت الموضوع اختلف لانه هو ما بيسرقش ملزمة بس هو بيسرق الملزمة وبيروح يتفرق كمان هي بتتشرح ازاي وبيتأثر بالشرح وبيقلد الطريقة وبيقلد الكلام وبيستخدم احيانا نفس الافهات ونفس الحركات ده واحد بيستنسخك وانا اسف ان انا بقرر الكلمة كتير بس فكر كده ان انت لو قاعد في بيتك وقدمك واحد صاحبك بيقلدك رفعت ايدك رفع ايده نزلت ايدك هو نزل ايده رجعت راسك الورا هو رجع راسه الورا طلع لقدام انت طلعت لقدام وقاعد بيعمل كده بس على طول انت احسسك هتشعر به هتبقى زهقانه مش طاق نفسك فمن بالك بقى لما يكون واحد بيعمل كده وبيقلدك في الشغل وفي اكل العيش طب تفوتها دي ازاي طب تتجاوز ده ازاي كل واحد له شرحه لما يكون شرحه هي حاجة مرتبطة باي ملزمة والسلام لكن دي ملزمتي انا وشرحي انا واسئلتي انا وفكري انا وهو مش عارف يقوله بطريقته فبيروح يقلده هو واحيانا بعضهم لما بيقلده بيشوهه لما بيقوله تعليقات واحاءات واحيانا بتكون تعليقات واحاءات جنسية والفاص خارجة وحاجات غير مقبولة ده أنا بتفرج على نفسي بطريقة سوقية ومهينة ولا طليق اصلا بقيمة المعلم فمن هنا بضغز اكتر وبضايق اكتر ولازم يبقى ليه رد فعل اكتر انا بوريكم ازاي تعليقاتكم هي سبب ان انا اكمل في اللي انا فيه مش هتراجع عنه نروح بقى للكش التعليقات يعني زي مثلا تواصل معاهم كلمهم بلاش فضيحة ربنا حليم سطار ربنا هجيب لك حقك في الاخرة بلاش تنزل نفسك للمستوى ده انت كده هتشهرهم شوية تعليقات كده لكشة واحدة وهرد عليها لكشة واحدة يعني مثلا كلمهم وتواصل معاهم حقيقي بنتكلم وبنتواصل وبعضهم قليل بيستجيب وبيكون مهزب وبيعتذر وحقيقي بنتراجع جدا عنه وهو فعلا بيغير سلوكه وبنرقبه فترة وبنلاقيه غير سلوكه طيب تعليق تاني يقولك ما بناش فضيحة وربنا حليم سطار لحظة واحدة كده انا ما بفضحوش هو اللي فضح نفسه هو اللي لما سرق طلع على الملأ وطلع لي لسانه وقال لي شفت انا سرقت حكتك اهو وبقلدك اهو وبستخدم ملازمك اهو هي تقدر تعمل لي ايه اسكت انا بقى اقول له لا معلش حاضر معلش انا اسف هو اللي فضح نفسه مش انا اللي فضحته انا ما روحتش سجلت للناس دي من داخل حصاصهم خلصة عشان اقول للناس شوفوا بيقلدوني ازاي هم اللي طلعوا على اليوتيوب وهم اللي طلعوا على الفيسبوك وهم اللي نزلوا الفيديوهات واعلنوا ده هم اللي كتبوا الكلام ده بنفسهم يعني انا ما عملتش حاجة انا بس برصد ان ده مسروق وإلا يبقى هنا في نقطة تانية اني لو انا في يوم الايام قررت ان انا نزل محاضرة بشرحي او قررت ان انا انزل حاجة من حاجتي على السوشيال ميديا بعدهم لو انا ما وصقتش ان دي حاجتي هو يجرؤ انه يطلع يقول ان انا اللي سرقت منه لانه هو منزل بتاريخ قبلي وفي الحالة دي الناس كلها هتصدقوا هو واتكدبنانا وهنا تبقى الكوميديا السوداء بالمعنى الحرفي للكلمة تخيل كده واحد بيسرق شركة قديدس وبيعمل كوتشيات اسمها قديدس وبعد فترة من الفترات الراجل اللي عمل كوتشي اسمه قديدس رفع قضية على قديدس بيتهمها انها سرقت تصميم بتاعه كوميديا سوداء طيب نروح بعد كده ان انا لازم ارد ولازم اتكلم ولازم ارد على السوشيال ميديا واحد يقول لي ربنا هجيب لك حقك في الاخرة لحظة واحدة ربنا ان شاء الله هجيب لي حقي في الاخرة لان انا مختصمهم ليوم الدين وعند الله يلتق الخصوم ولو في الفيديو اللي انا بكلمكو فيه ده هم بيسمعوني وعندهم شيء من الدم اختر كلمة مرعبة وعند الله يلتق الخصوم انا مش مسامح في حقي حتى بعد ما بنزل وبرصد قدام الناس كلها الننات سرقت فيا ترى هم بيخافوا ربنا ما اعتقدش خالص اما بقى بلاش تنزل نفسك للمستوى ده ومش عارف ايه لا عادي جدا يا جماعة فيش مشكلة انا هنزل نفسي للمستوى دوت اخد حقي زي الفل واطلع تاني للمستوى بتاعي برينس وما عنديش اي مشاكل خالص انت كده هتشهرهم حقيقي ده اهم اهدافي ان انا حقيقي عايز اشهرهم بس فكرة الشهرة في حد ذاتها انك مشهور ولا مشهور بايه انا هخليه مشهور موصوم بالعار موصوم دايما قدام طلابه انه حرامي حتى لو طلابه كمله معاه انا ما يهمنيش مش قضيتي الرزق وحتى مش قضيتي انه الطلبة بتفهم منه ولا ما بتفهمش منه دي ارزاق وموزعها ربنا سبحانه وتعالى انا قضيتي ان الطلب بيبصله وهو عارف انه هو حرامي وسارق شغل مدرس تاعف فيه وانه هو ما بيعملش اي حاجة ولا بيضيف اي قيمة مضافة هو بينقل فانا فعلا عايز اشهرهم انهم حرامية وليه الفخر ان انا اشهرهم انهم حرامية ويريت على مستوى مصر كلها واحد بقى من ازرف التعليقات وفعلا انا ما بقدرش اشوف التعليق ده غير انه هو حقيقي تعليق ظريف وكوميدي واحد يقول لي بلاش تضيع وقتك وركز في شغلك اقول له انا كده مش بضيع وقتي واقسم بالله انا كده مركز في شغلي ولا انت عاوزني اشتغل اكتر وطلع كتب احسن وطور من الشرح بتاعي علشان هم يخدوا كله على الجاهز ويطوروا شغلهم على حس تعبنا من غير مصلة الضوء على السرقة بتاعتهم مع الاخذف الاعتبار انهم اتنقلوا من مرحلة انهم حرامية الى حرامية بكحين بيطلعوا يتفاخروا بما هو ليس لديهم ولا يمتلكوا وليس لهم حق فيه يعني انت عايزني اركز في شغلي وطوره يوم هو يخده على الجاهز يوم هو يطور من نفسه وياخد اللقطة وسط طلابه وهو حرامي بزمتك ده ينفع؟ ولا انا جزء من شغلي ان انا ادافع عنه جزء من شغلي ان انا حميه جزء من شغلي ان انا بين لطلابي اللي بيصقوا فيه ان انا النسخة الاصلية ان انا الشخص اللي بيتعب بجد في الاساس لو حتى عشان خاطر نفسي ان انا اكون افضل فده بيعود بالتبعية انه يكون عشانهم هم هم مين؟ هم طلابي هم طلابي المحترمين اللي بيصقوا فيه اهاليهم المحترمين اللي بيصقوا فيه دلوقتي الاهالي والطلاب دول لازم يعرفوا ان في مدرسين هم بيدرسوا عندهم حتى لو بيفهموا منهم هم مدرسين مغتصبين لحقوق ملكية فكرية ابنك بيفهم منه ابنك بقى عنده مسئولية انت كوليه امر بقى عندك مسئولية مدرسين الزمل اللي بيتسرقوا عندهم مسئولية ايه بقى مسئولية كل حد من دول هقولكو دلوقتي عايز ابدأ كلامي بالطلاب واولياء امورهم لما تعرف ان المدرس بتاعك حرامي واللي انت وصقت فيه بيسرق محتوى وتعب ناس تانية انت من اللحظة اللي انت عرفت فيها بقى عندك مسئولية وبقى عندك مسألة قدام ربنا وممكن تتحاسب هتقول لي يعني اعمل ايه يعني وانا مالي هو انا اللي بسرق اقولك ركز تعمل ايه واحد الحل البسيط لو متحلك انك تروح لحد تاني وانا بتكلم هنا في اي مادة مدرس تاني يكون محترم وبيصنع محتوىه الاصلي الاريجنال بتاعه هو خلاص روح له تقوم ترد علي تقول لي لا يا عم انا جدوالي رتبته انا بفهم منه انا انا تمام زي الفل ما تغيروش كمل معاه بس على القل ما تشتريش الملزمة بتاعته ما تشتريش الكتاب بتاعه لان انت عارف هنا ان انت بتدفع فلوس في حاجة بتشتريها انت عارف انها مسروقة ذاكر من اي مصدر تاني هات اي كتاب خارجي هات اي ملزمة تانية انت عارف انها مش مسروقة ولو هو مكلفك بواجب ابقى صوره لكن حرام عليك انك تكسبه ربح ان شاء الله جنيه واحد مقابل محتوى انت عارف انه هو مسروقة وانت بقيت على علمه وعلى يقين ان ده مش حق للمدرس اللي انت عنده ولكن لاني ليك مصلحة معاه ومجبر على التعامل معاه كمل معاه مش هقولك ضيع مستقبلك مش هقولك غير السيستم بتاعك ولكن عيد حساباتك وهو كده كده وقع من نظرك خلاص فلازم ما تدلوش اكبر من حجمه وتتعامل معاه من المنظور ده واحد يقول لي طب بالنسبة بقى مستر لو هو ضغط علي ان انا لازم اشتري الكتاب اعتقد ان ده دليل قاطع انه هو حرامي وبجح وحرامي حرامي سرقني بجح طلع الحاجة على السوشيال ميديا ونسبها لنفسه وحرامي تاني لانه كده بيسرقك انت وبيسرق وليه امرك وارسالة تانية بوجهها لكل صناع المحتوى للسادة المدرسين اللي انا عارف ان في عدد كبير جدا منهم اكل يعيشه هو تأليف الكتب هم حتى مش مدرسين دروس خصوصية بالمعنى الكبير للموضوع اللي بيعملوا الكتب وبتتسرق وبيسكتوا على حقهم وبيخافوا وبيخافوا من الشوشرة والازعاج ويحاولوا يتواصلوا مع المدرسين دول بالادب وبالزوء وبيردوا عليهم بمنتهى الجليطة او بكلمة معلش ومعلش دي ما بتأكلش عايش معلش ايه يا راجل بعد ما انت سهرت ايام وليالي وبتفني شهور من عمرك عشان تسترزق ويبقى ده اكل عيشك في صناعة المحتوى من علمك وفي الاخر يطلع واحد ياخد محتواك وفي الاخر انت تسقط عشان مكسوف او عشان خايف او عشان قلقان من حملات السوشيال ميديا والارهاب الكبير اللي بيمتلكوا المدرس الحرامي ده عليه استرجله يا جماعة استرجله وطلبه بحقكه استرجله ما تبقوش بتتسرقه وتسكته لان سكتكم في حد ذاته هو سبب ان الشخص ده يتمادى صدقني هو اللي لازم يخاف هو اللي حرامي مش انت اعمل الصح اعمل الحاجة اللي تخليك قدام نفسك حتى على الاقل ان انت حاولت مش تسقط وخلاص ولو قررتوا ان انتوا ما تسمعوش كلامي وما تعملوش كده ما تشتكوش بقى وما تلموشا لنفسكو انت سمحت للحرامي انه يختصب حقك وسكت وما دفعتش عنه ده سبب كافي انه يتمادى فاعتقد وقتها ما عادش لكم انتم حجة ولا مبرر ان انتوا تتبكوا او تعياتوا او تشتكوا في النهاية يا جماعة انا مش بتكلم عن اللي سرقوني انا بتكلم عن قضية عامة اصبحت ظاهرة متكررة وبتجبر وادركت بعد فترة ان الامر ما بيحصلش معايا انا بس طب يحصل مع ناس كتير وبيحصل معايا وبيزيد الموضوع بدأ معايا من اسكندريا السنة اللي فاتت والسنة دي مستمر معايا في محافظة واثنين وثلاثة حتى في محافظات الصعيد وسلسلة امسك حرامي اللي انا هنزلها انا مكمل فيها ومش هسكت غير لما هفضح كل حرامي اعتد علي عشان اجعل من نفسي شخص نموذج لكل واحد بيتسرق انه يقلدني فلو كلنا عملنا كده هنبقى كلنا قوة وفي الحالة دي هنخلي الحرامية يستخبوا او ببساطة لو عملنا كلنا كده هنخلي اي حد حرامي حتى مش ناوي يتراجع عن سرقته لانه هو ضعيف علميا وما عندوش حل غير السرقة غير انه يعملها وهو قلقان وخايف جدا مش يعملها ويتبجح ويظهر علينا في السوشيال ميديا وعملنا فيها انه هو اللي مفيش منه اتنين وانه العلامة ابن العلامة اللي مفيش منه يا جماعة اللي انا بتكلم فيه موضوع مهم ويا رب كون انا مجرد شخص بيقول بداية وناس كتير جدا تبقى ورايا وانا هكمل حتى لو في الاخر لقيت نفسي لوحدي